تخيل انك عشان تنجح لازم تبدأ يومك باكلة ضفضع. تخيل بقى. ودول مش كلمتينه بس لا. ده الكتاب اللي احنا النهاردة هنعرف اهم الخطوط الرئيسية اللي بيتكلم عنها واللي هيساعدك والخطوط الرئيسية دي هتساعدك انك تزود انت جيدك وتعيش حياة احلى. ابدأ بالاهم ولو كان الاصعب. ده كتاب اللي كل هدفه انه يساعدك على زيادة الانتاجية. وده الكتاب اللي احنا هنتكلم عن اهم النقاط الرئيسية اللي تكلم عنها وكتب عنها في الكتاب ده. واللي عبر في جملة واحدة جملة التهم هذا الضفضع عن كل ما يدور في الكتاب ده. ركز كل حاجة على انك تبدأ يومك بانك تتخلص من المهمة الصعبة المهمة الرخمة اللي عمال كل شوية بتأجل فيها. المهمة اللي عاملة زي ايه? عاملة زي الشوكة. الشوكة اللي بتدخل في رجلك. لو شوكة دخلت في رجلك بتبدأ تحس بقلم. بعدين بتبدأ تعرج. بعدين بتبدأ بتكون صديد. سخونة. تدخلك بقى في مراحل تانية انت في خينة عنها. عشان بس انت كسلان تشيل الشوكة دي. او بتأجل انك تشيلها. المهمة الرخمة او المهمة الصعبة عاملة زي كده. لما بتبقى كسلان انك تخلصها او تنجزها او تأجل فيها او بتستهبل او عامل نفسك مش واخد بالك. بالتدريج المهمة الرخمة دي بتبدأ تحطك تحت ضغط نفسي. في حاجة وراك انت عايز تخلصها ومش قادر. مش عارف. مش عايز. ايا كان. بتبدأ تسبب لك اجهاد. والاجهاد طبعا ده بالتدريج لما بيكون رفيق دائم ليك هيأثر على صحتك البدنية والعقلية وهيدخلك في دوامات انت فغنى عنها. فعشان كده براين تريسي كل كلامه في الكتاب ده عن انك تبدأ تتخلص من المهمة الرخمة دي. حتى لو كانت هي صعبة. لكن لازم تتخلص من المهمة الرخمة دي. لازم تدوس بنزين وتبدأ يومك صح. لما هتتخلص من المهمة الرخمة دي او المهمة الصعبة دي. ده هيعود عليك بتأثيرات ايجابية كتيرة جدا. منها انك مسلا هتعزل ثقتك بنفسك انك تقدر. وانت الحقيقة تقدر على فكرة بس انت اللي كسلان. انك هتتخلص اصلا من المماطلة والتسويف والتأجيل السلبي. وهتعرف تخلص المهمة دي ايا كان بقى في البيت ولا في الشهر. ان ده هيوفر لك مجال للتحسين المستمر. ايه الكلام الكبير ده? لا مش كلم كبير ولا حاجة. يوفر لك مجال للتحسين المستمر يعني عشان في كتير من الاشخاص اه لما بتبدأ تتغلب على مهمة صعبة او حاجة هي فكرة ان هي كانت صعبة. ده بيحفزها انها تبدأ تدوس بنزين. تبدأ تدخل في تحديات اكتر مع نفسها. تبدأ تكسر حاجز الخوف من حاجات كتيرة هي كانت مأجلاها. ودي كانت فكرة براين تريسي في الكتاب. آآ لما قال انك علشان تتغلب على المهمة الصعبة دي ادخل معها في تحدي. قسم وقتك. كافئ نفسك. ازاي? انت مسلا مطلوب منك تقرير. تقرير رخم عمال كل يوم تأجله. ويومك ماشي عادي التسكات التانية ماشي عادي لكن التقرير ده بالزاد رخم بالنسبة لك. مش عايز تعمله او كسلان او ارفان تعمله. لأ. ادخل كده في سباق كده مع الزمن. قل مثلا ايه? انا في خلال ساعتين هخلص التقرير ده. ابدأ بقسم التقرير ده الاجزاء. وكل جزء دي الوقت وهتخلص لان انا واثقة انك ادها واقوى من كده بكتير كمان. كافئ نفسك بقى. بسيطة. وتخلصنا من المهمة الرخمة المهمة الصعبة التقرير اللي كان عمل لنا ايه? عمل لنا كالكوعة في يومنا كده. اه يومنا ماشي ولكن ماشي بكالكوعة كده مكملة معاه. مسلا انت يا ست الكل لو مع ضغط المدارس والشاغل والبيت عايزة مسلا تقليب البيت كده في يوم بس كسلانة. مش فاضية. مش فايقة. بتنضى فيه كده من فوق لفوق. قعد كده مع نفسك وخضي قرارك. وقولي مسلا ايه? في خلال اربع ساعات انا هخليلكو البيت ده اصر. وابدأ بقى قسمي اللي اربع ساعات ده على عدد القوض مسلا كل قوضة مسلا نص ساعة او تلت ساعة على حسب القوض على حسب ساعاتك. وبعدين كافي نفسك لما اتخلصي. اولا انت لما اتخلصي اصلا هتحس براحة نفسية. اه فوق الوصف وفوق الخيال وانت حساها. مش محتاجة ان انا اقولها. ثانيا كافي نفسك. ايه بخروجة مسلا كنت مقاجي لها. مسلا بحاجة عايزة تتفرج عليها بس كنت اه بتقولي هتفرج عليها مسلا لما فوق. مسلا بكتاب كنت مقاجي لان انت تقريه. فلا اه رابع دين. اه شوفي المكافأة. ان شاء الله يكون بمشروب حلو. انت كسلانا كنت تشتريه او تعمليه. كافي نفسك بيه. يعني اسمي وقتك حدد انت عايزة ايه? اسمي وقتك. اسمي الحاجة دي حسب الوقت. دوسي بنزين وخلصي وكافي نفسك. وخلصنا. واحنا كده اتغلبنا على المهمة الصعبة. نطبق بقى ده في حياتنا على اي مهمة صعبة في حياتنا. في حياتنا وعلى حياتنا. هنلاقي نفسنا انجزنا حاجات كتير. وشلنا كالكوعة كده موجودة في يومنا. موجودة في اسبوعنا. موجودة في شهرنا. عملالنا عائق ان احنا نشوف النور اللي جاي. مش كلمتان وبس دول على فكرة لأ. لما اي حد بيبدأ يتخلص فعلا من المهمة الصعبة. في بداية يومه. بيلاقي حتى رؤيته الباقي اليوم بايت اوضح. كالكوع والله بقول لكم. يعني الموضوع ان هي مش مهمة رخمة وبس. احنا عملين ناجل فيها. ولكن دي رحلة في عائق واقف لك كده. لازم تتخلص من العائق ده عشان تعرف تكمل رحلتك بقى. تعرف تكمل ازاي تدير وقتك ويومك وجهودك وطقتك توظفها ازاي صح? ده بيقول لك عليه براين تريسي بمنتهى البساطة في كتابه. ابدأ بالاهم ولو كان الاصعب. كمان قال لك لازم تركز على انك تتعلم ازاي تحدد اولوياتك. لانه ده هينعكس بمنتهى البساطة على زيادة انتاجيتك وقدرتك على تحقيق اهدافك. لان نجاحك الحقيقي بيجي من انك تركز على المهام الاكثر اهمية. والاكثر اهمية هنا يعني اللي بتوفر لك او بتحقق لك عائد. والعائد هنا مش قصدي عائد مادي بس لا عائد كنتائج عامة. اكبر من الحاجات اللي مش مهمة او اللي اهميتها قليلة. ولو عايز تعرف تعمل كده صح لازم تتبع تقنية اذن هور. اذن هور اللي تكلمنا عنها اللي هي تقنية احد الرؤساء في امريكا. تكلمنا عنها الحلقة اللي فاتت في بودكاست مش كلمتينه بس ممكن ترجع تسمعها داني وتطبقها في حياتك. هتفرق معانك جدا على فكرة. يعني براين تريسي بالاضافة لانه بيقول لك طبق تقنية اذن هور بيقول لك اتعود انك تمشي بقاعدة عشرين تمانين في حياتك. مبدأ بريتو. المبدأ اللي ابتكروا بريتو الف تسعمية وستة لما اكتشف ان تمانين في المية من الاراضي في ايطاليا بيمتلكها عشرين في المية بس من السكان. يعني تمانين في المية من النتائج بتيجي من عشرين في المية من الجهد المبزول. حاول انك تعمم المبدأ ده على حياتك كلها. في كل مجالاتك في حياتك الشخصية حياتك المهنية اي حاجة عمم عليها القاعدة دي. يعني مسلا انت لو بتدرس في الجامعة. لو مسكت كل مادة هتلاحظ ان عشرين في المية من محتوى المادة دي هو اللي بيكون متركز عليه تمانين في المية من الاسئلة اللي بتيجي في الامتحان على المادة دي. فلازم تركز على الجزئيات دي اكتر علشان تقدر تجيب تقدير اعلى. وده طبعا هدفك في السنة الدراسية. لو شغال في مجال البيع. هتلاقي ان تمانين في المية من التارجد بتاعك بيتحقق عن طريق عشرين في المية من العملة بتوعك. يبقى لازم تتعلم تهندلهم صح. تتعامل معهم صح. انت نفسك لو فصصت يومك هتلاقي ان عشرين في المية من اللي حصل في يومك واللي عملته وصلك لتمانين في المية من النتيجة اللي كنت عايز تخلص يومك وانت واصلها كنتيجة مرضية ليك. يعني حاول انك تطبق قعدة عشرين ثمانين في حياتك ايا كان الشخصية او المهنية. وكل اللي قلناه ده مش كلمتين وبس. لان كل ده بيصب في وعاء اسمه التخطيط. التخطيط الجيد. اللي هو مش بس انك تفكر وترتب وتوجه جهودك. لا ده استثمارك. ده بداية استثمارك في نفسك. بداية نجاحك. يعني كل يوم الصبح كده لما تصحى. فرغ كده من دماغك اللي المفروض تخلصه خلال اليوم ده في ورقة. وانا بقول في ورقة. مش في نوت على الفون. في ورقة. تعود تمسك الورقة والقلم. فرغ في ورقة وحدد اولوياتك وشوف ايه اللي المفروض هتبدأ آآ بي. وطبق قعدة عشرة تسعين. اللي هو العشرة من الوقت. عشرة في المية من الوقت. اللي هتقضيه في التخطيط وتحديد الاولويات وتنظيم يومك. هيوفر لك على الاغلب تسعين في المية من الوقت اللي هتقضيه خلال البدء في العمل. طبق القعدة دي على اي حاجة مطلوبة منك. خطط علشان توفر وقت للتنفيذ. تمام? تمام. التخطيط ده على فكرة جزء من حياتنا واحنا مش واخدين بالنا. او مش عارفين نوظف صح. يعني مسلا لما الواحد بيبقى يوم اجازة مسلا مش شاء. بنص هنفطر واللي هو ايه? النهاردة المفروض آآ هنجيب كزا هنروح كزا هنشتري كزا هنعدي على كزا. ده كل دي حاجات مهام وتخطيط انت بس بتخططهم في دماغك. وآآ يومك بيعدي اللي بتعمله بتعمله اللي ما بتعملوش ما بتعملوش لانك انت مش عارف تدير وقتك. مش عارف تحدد اولوياتك. مش عارف تبدأ بالحاجة الاهم. يعني اتعود ان انت تخطط. واحنا هنا في بودكاست مش كلمتين وبس كل هدفنا ان انت تخطط تخطيط يكون مثمر لاستثمارك في نفسك ومستقبلك. يعني خطط صح. عشان تقدر تعيش حياة صحية. كمان براين تريس اتكلم عن تقنية اسمها الفكرة العزمة. والتقنية دي انت ممكن توظفها بطريقتين. انك هتخطط هيبقى عندك فكرة عزمة اللي هو الهدف الكبير في حياتك. وتبدأ تشتغل عليه. تبدأ تخطط بقى وتحدد اولوياتك وتشوف هتستخدم ايه في ادارة الوقت في الحاجات اللي تكلمنا عنها وتقسم الهدف الكبير ده لشوية اهدف صغيرة تكون برضو وبالتدريج واحدة واحدة هب هتلاقي نفسك ايه ضربت الدربة الكبيرة وحققت هدفك. ممكن توظفها بطريقة تانية على فكرة. وتعلم تعمل الطريقة دي. انك اي تقنية تقرأ عنها او آآ تسمع عنها وتسيرش عليها. انك توظفها بالطريقة اللي انت في حياتك هتستفيد منها. مش كلمتين وبس يعني تاخدهم لأ حاول انك توظف كل حاجة بالطريقة اللي هتفيدك انت في حياتك. يعني ممكن توظف آآ تقنية الفكرة العظمى دي. انك مسلا ايه? هنفترض مسلا انك مرة واحدة لقيت نفسك مضغوط متوتر? الان بصوك في حاجة مش مظبوطة. ليه? عليك فواتير عليك اقصات عليك آآ آآ المفروض عايز تعيد تصبيت ميزانيتك مع الغالة ده. عايز تزود دخلك. طب ايه الحاجة اللي من الحاجات دي? ممكن تحللي اغلب المشكلات دي. انك تزود دخلك. فدي بالنسبة لنا الفكرة العظمى. فهمتوا التكنيك ازاي? انكم اي تقنية ان انتوا تحاولوا توظفوها بناء على الايه? الظروف بقى بتاعتكم. الحياة بتاعتكم. كمان اتكلم عن انك علشان تقدر تتغلب على المهمة الرخمة الصعبة دي. لازم تبقى محضر لها كويس. مستعد تماما. علشان تنطلق. يعني اهتم بالعمل التحضيري كويس قوي. يعني مسلا انت لو مطلوب منك اه تقرير في الشغل. اه ابدأ شوف الهدف من التقرير ده. ابدأ جمع اه البيانات. ابدأ صمم القوالب بتاعت التقرير ده. وهكزا هتلاقي اصلا نفسك خلصت التقرير. يعني لما هتاخد وقت في البحث وانك تشوف الهدف من التقرير ده والحاجات وتخطط كويس هتلاقي نفسك انجس المهمة بنجاح وخلصت. فبالتالي ركز على انك تحضر صح للحاجة اللي انت عايز تخلص منها. مش بس كده ده كمان براين تريسي ركز قوي على انك لازم تكون عارف اهمية استخدام التفكير التحليلي. علشان تعرف تقيم امورك صح. تحدد انهي العشرين في المية اللي هتساعدك تحقق التمانين في المية من النتيجة اللي انت عايز توصلها. ايا كان بقى في حياتك الشخصية ولا العملية. يعني براين تريسي مقصرش في كتابه. ابدأ بالاهم ولو كان الاصعب اللي يستخدم مصطلح التهم هذا الضفضع علشان يشير مدى رخامت لمدى آآ الاشم ازاز من المهمة الرخمة الصعبة دي. آآ ما كتبش كلمتين وبس. واحنا هنا دلوقتي ما قلناش كلمتين وبس. ولكن هو حاب يعملك توليفة من شوية حاجات اللي قلناها دي واللي كانت الخلاصة المبسطة للكتاب الجميل ده اللي هتساعدك على انك تستفيد من وقتك تزود انتاجيتك تحقق هدفك تمشي خطوات صح بعد طبعا ايه ما دست بنزين وتخلصت من المهمة الرخمة فانت بقى مستني ايه مستني تفضل شغال عند غيرك تحقق له حلمه وانت لأ مستني لو كنت طالب تتخرج وما تلاقيش شغل وتقول يا ريتني سمعت بودكاست مش كلمتين وبس وعرفت قيمة وقتي واشتغلت على نفسي واستثمرت في نفسي وكان زماني دلوقتي محقق دخل مستني يا ست الكل مصاريف البيت تزيد وانت جواك طاقة جبارة وعندك مهارات ممتازة ممكن توظفيها صح وتشتغل على نفسك صح وتعرفت تزبطي وقتك وتديري وقتك وبعدين تندمي انك ما عملتيش وما بدأتيش عشان كسلانا مستني كل اللي حواليك يكبروا في السوق عشان عارفين يستثمروا صح في نفسهم ويستغلوا وقتهم صح وانت واقف محلك سر فين المشكلة ابدأ دلوقتي ايا كان انت واقف فين تعامل مع المهام الصعبة على انها تحدي وانت في التحدي هتقدر وقدها قسم المهام الصعبة دي لاجزاء وكل جزء اديلوقته وكافئ نفسك بعد ما تخلص بقى بالحاجة اللي انت بتحبها لازم تكافئ نفسك ما انت لو ما اهتملش بنفسك ما حدش هيهتم بيك خليك المينتور الخاص بتاع نفسك انت اللي بترائب نفسك وبتكافئ نفسك وبتسقف لنفسك وبتهيص لنفسك لازم تعمل كده ابعد عن اي حاجة تعطلك ابعد عن اي مشتتات اي ان كانت ايه بقى وعلى فكرة ده مش بس عشان زيادة الانتاجية لأ اتعود في حياتك انك تقص قص كل حاجة ملهاش لازمة حتى لو مساح تلفون عندك الفون هنج منك عشان المساحة مليانة بارقام انت بطلت تتوصل معاها برسائل انت مش عايز تشوفها بصور انت ليك كتير قوي ما عدتش عليها او صور زحمة تلفون على الفاضي ومساحته اصقص اصقص كل الحاجة لنفسك 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 حاجات دي ودلت حاول انك تقصص من حياتك ويومك ووقتك الحاجات اللي واكلة اغلب وقتك وحياتك عالفاضي اتعود ده وعلى ده في حياتك ان الحاجة اللي مش هتفيدك ما تعملهاش الحاجة اللي واكلة من يومك ومن حياتك عالفاضي اصقصها مش كلمتين وبس دول على فكرة لأ ده اسلوب لازم تتعود عليه في حياتك عشان تعرف تعيشها صح عشان تعرف تعيش حياة صحية عشان تقدر تركز مع نفسك حفز نفسك بنفسك راقب نفسك اضغط على نفسك عشان تكمل ما تستناش سقفة ولا برافو من حد لا انت مش عاجز عشان تسقف لنفسك وعشان تحفز نفسك وترائب نفسك انت قدها وتقدر تعمل اكتر مما تتخيل عايز تأجل مارس التأجيل الايجابي يعني اجل الحاجات اللي ممكن تستغنى عنها اللي واكل يومك عالفاضي اللي تقدر تكمل يومك من غيرها من غير ما تأثر في يومك بالسلب الحاجات اللي ملهاش لازمة حياتك هتحلو معاك والله لو ركزت بس مع نفسك مع حلمك مع هدفك مع كل كلمة بنقولها في بودكاست مش كلمتين وبس اخاف في بودكاست لمس قلوبنا كلنا عشان اجمد بودكاست حاس بمشاكلنا كلنا بمراحل حياتنا خلال رحلتنا اللي هنمشيها من تاني مع بعض في بودكاست مش كلمتين وبس بس هنمشيها عشان نتعلم من تجارب حقيقية الاشخاص نجحة اشخاص نجحت في شغلها وفراغت ده في كتب علشان حبة تفيد غيرها حبة غيرها ينجح مش كلمتين وبس النهاردة قلناهم عن خلاصة كتاب مهم جدا كل الهدف منه انه يساعدك على زيادة الانتاجية انك تركز مع نفسك انك تتخلص من المهمة الرخمة اللي واكلة يومك وصحتك لأ دول كلمتين في الجون بس تركز انت فيهم وابدأ طبقهم في حياتك وابدأ تابعنا على قناة محتوى احترافي عشان يوصلك كل حلقة جديدة من بودكاست مش كلمتين وبس عشان احنا هنا مش بنقول كلام وبس احنا بنقول كلمتين هيساعدوك تغير حياتك 180 درجة للأحلى وتعيشها صح بناء على تجارب ناس كتير نجحة اشخاص حقيقية انت ممكن تكون انجح منها بس تابعنا وركز مع نفسك وحياتك مش كلمتين وبس الحلقة الجاية مفاجأة لكم هنتكلم عن موضوع جميل جدا انا كنت معاكم في الحلقة مش كلمتين وبس دكتور اسماء فاروق نوبسوطة جدا ان كنت معاكم النهاردة الحلقة جميلة جدا ركزوا في كل كلامها وطبقوه في حياتكم عشان تعشوها صح اشتركوا في القناة